السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة مرشده التربوية في مقطع تربوي جديد يتعلق بالنص القرائي أو النص الوظيفي تقافة الأصابع الأسبوع الثاني من الوحدة الثالثة وحدة وسائل الاتصال والتواصل الصفحة 97 والصفحة 98 والصفحة 99 من كتاب المونير في اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم الامتدائي الطبعة الجديدة لهذه السنة 2022-2023 نبدأ على بركة الله بأسئلة أستعد للقراءة أذكر بعض وسائل الاتصال والتواصل التقليدية إذن المطلوب هنا ذكر بعض وسائل الاتصال والتواصل التقليدية التي كانت معروفة في القديم مثلا ليس القدام كثيرا لكن في تقريبا قبل 20 سنة أو كذلك كان مستخدم البريد الرسائل الحمام الزاجل كان معروف هذا في القديم أيضا نعم ثم ألاحظ وأتوقعنا ألاحظ صورة الهاتف وأذكر علاقتها بالأصابع انطلاقا من العنوان والصورة وأتوقع موضوع النص إذن من خلال نعم ملاحظتنا لصورة الهاتف أعرفنا أن هناك علاقة ترابط وتكامل فلا يمكن أن يشتغل الهاتف بدون لمسه بالأصابع ومن خلال العنوان والصورة سيتحدث النص عن الهاتف الذكي وعن إيجابيته وسلبيته هذا ما سنحاول إن شاء الله التعرف عليه بعد قراءة النص ونعرف هل فعلا توقعنا كان صحيحا أم كان خاطئا إذن الآن ننتقل أصدقائي للصفحة رقم 98 كما نلاحظ هنا عند أسئلة القراءة أقرأ بطلاقة نعم القراءة سأترك لكم القراءة نعم في المنزل ونجيب على أسئلة أفهموا النص أولا أغني رصيلي السؤال الأول أكمل الجمل الآتية بالصفات المناسبة شاشة هاتفي كيف هي شاشة هاتفي برامج هاتفي نعم كيف هي وحجم هاتفي إذن رخصنا ننضف صفات لهذه الكلمات إذن عند شاشة هاتفي واسعة مثلا برامج هاتفي متطورة حجم هاتفي مثلا متوسط أو كبير أو صغير برامج هاتفي متنوعة مثلا أو متطورة نعم أو كثيرة يعني مجموعة دير الصفات اللي ممكن أن ننضفها الآن ننتقل مباشرة للسؤال الثاني الصفحة تسعة وتسعة عندنا سؤال أبحثوه عن عائلة كلمة محمول يعني العائلة ديله كلمة نفس الحروف الأصلية لكلمة محمول نعم أعطيكم مثال أصدقائي كما هو أمامنا مثلا تحميل حمل يحمل وحامل تفقنا الحامل هنا ليس المرأة الحامل وإنما المقصود هو حامل الهاتف اللي كان ندروه بشكزنا الهاتف نعم ثم أفهم وحلل هنا عندنا السؤال الأول وحددوا موضوع الندوة التي نظمتها الجمعية الثقافية ومكان إنعقادها إذن أولا هنا مطلوب مننا سؤال في سؤالين أولا تحديد موضوع الندوة ثم بعد ذلك تحديد مكان إنعقادها إذن ضروري أننا نعود للنص اللي نبحث عن الجواب أصدقائي نعم لاحظ السطر الأول أننا نظمت إحدى الجمعيات الثقافية في دار الشباب بحينا ندوة حول الضرار الهاتف المحمول ومنافعه إذن الموضوع ديال النص هنا أو موضوع الندوة هو حول أضرار الهاتف المحمول ومنافعه نعم أين نظم المكان هو دار الشباب بحينا إذن لإجابة الشكل التالي أصدقائي إذن حول أضرار الهاتف المحمول ومنافعه بدار الشباب في حينا الآن ننتقل للسؤال الثاني أضع علامة نظيرة أضع علامة فيه في الجواب الصحيح من أسباب انتشار الهاتف المحمولة هل هو الثمن الرخيص أو التقدم التكنولوجي أو كثرة المصال إذن السبب الأساسي وراء انتشار الهاتف نعم هو التقدم التكنولوجي إذن السبب المباشر هو التقدم التكنولوجي ثم ننتقل للسؤال الثالث نعم نضع علامة هنا السؤال الثالث أملأ الجدولة بما يناسب إيجابيات الهاتف المحمول نعم ثم سلبيات الهاتف المحمول نعم عنا وحن مجموعة ديال السلبيات وكذلك الإيجابيات لاحظ هنا نعم عنا من الإيجابيات من الهواتف الجميع أصبح يستخدمها دون تمييز هذه اللولة نعم ثم أيضا أن الهواتف نعم أيضا هنا نظرا للمعلومات المباشرة والسريعة بمعنى توفر لنا معلومات بشكل سريع وبشكل مباشر نعم عنا أيضا ملء حيث يساعدنا الهاتف نعم على ملء أوقات فراغنا أصبح التواصل إيجابيا نعم بناء علاقة جيدة تحسين معرفتنا في جل القضايا التي تهم الإنسان إذن هذه وحن مجموعة ديال الإيجابيات وأيضا عندنا وحن مجموعة ديال السلبيات نعم اللي سنذكرهم أو كينين في الكتاب نعم تسبب في العزلة بين أفراد الأسرة لأن كثير ما نلاحظ أبناءنا عندما يمسكون الهواتف فهم يبقون أو نبقى معزولين على الآخرين يعني تشاهد الهاتف ولا تتكلم مع الآخرين إذن سبب العزلة بين أفراد الأسرة استعماله المفرط مضرة لصحة الإنسان أيضا الإدمان عليه يؤثر على بعض واجباتنا الأساسية نعم يعني هذه وحن مجموعة ديال السلبيات وأيضا الإيجابيات ديال الهاتف المحمول هذه الإيجابيات وهذه السلبيات ثم السؤال الرابع السؤال الرابع مطلوب مني أحدد الشخصية الأكثر إقناعا في الندوة وأبين سبب ذلك إذن الشخصية التي بالنسبة لي كانت أكثر إقناعا هي شخصية أو تدخل عادل نعم تدخل بهدوء وقال اللوم ليس على الهواتف المحمولة بل على من يستعملها بشكل سيء إن فالهواتف المحمولة أصبحت تصاحبنا في كل الأوقات وتلازمنا في كل الأمكنة وعلينا أن نحسن استعمالها إذن هذا هو التدخل ديال عادل نعم ديرت هنا يا هي شخصية عادل لأنه وضح بأن أضرار الهاتف مرتبطة بسلوك الإنسان وليس بالهاتف إذن أنت إذا أحسنت استعمال الهاتف فلن يسبب أي أضرار لكن العكس صحيح خامسا أعيد قراءة النص وأبرز الأسباب التي تجعل الإنسان عاجزا عن التخلي عن الهاتف المحمول نعم إذن الأسباب انطلاقا دائما من النص لأن الهاتف يقدم معلومات مباشرة وسريعة يمكن للجميع أن يملك هاتفا يسهل عملية التواصل بين الأفراد وبناء علاقات جيدة إذن هذه أبرز الأسباب ثم سادسا أتحقق من صحة توقعي لقد كان توقعي صحيحا فيما يخص موضوع أو مضمون النص لماذا؟ لأنه تحدث عن آثار وإيجابيات وسلبيات الهاتف المحمول لأن ننتقل لشكل آخر من هذا الدرس الذي هو يتعلق بأركب وأقويم أولا ألخص النص شفعيا سأعطيكم تلخيص كتابي نعم يتحدث موضوع النص عن الهاتف المحمول بل ندوى حول الهاتف المحمول بين الإيجابيات والسلبيات ومناقشة أدوار الهاتف بين أعضاء اللجنة الثقافية السؤال الثاني أبحث عن الفرق بين الهاتف المحمول والهاتف الثابت إذن الفرق هنا أصدقائي بالنسبة للهاتف المحمول يمكنك إجراء مكالمات وأن تجالس أو تتحرك ومشاهدة الصور والتصوير وغيرها من الأمور الهاتف الثابت؟ نعم الهاتف الثابت لا يمكنك إجراء مكالمة وأن تتحرك خارج البيت كما أنه لا يملك مميزات الهاتف المحمول نعم ثم أستخلص أعبر عفوا ثالثا أعبر عن رأيي حول استعمال الهاتف المحمول إذن كرأي ديالي المغزى نعم من النص هو بأيان فوائد الهاتف وسلبيته وأن المستعمل هو المسؤول عن استعماله إما بشكل إيجابي أو سلبي وبهذا أصدقائنا كنوا قد وصلنا لنهاية هذا المقطع التربوي أتمنى ألقاكم إن شاء الله في مقطع آخر الذي سيتعلق إن شاء الله بمكون صرف وتحويل المصادر الحصة الثانية والتراكيب المفعول المطلق صفحة 100 في مقطع منفصل إن شاء الله شكرا لكم على المتابعة استردعوكم الله وإلى اللقاء